من الحكمة ألا تغطر بظواهر الأحداث وأن لا تستعجل نتائجها فإن هناك تدبيرا خفيا يدبره الله اللطيف فاللطيف هو البر الرحيم بعباده الذي يوصل إليهم رحمته في خفاء من حيث لا يعلمون ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون وهو اللطيف الذي بلطفه وخبرته أدرك كل شيء وأحاط به علما وهو اللطيف الذي لا تدركه الأبصار ولا تكيف ذاته سبحانه قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير فهو الذي لطف علمه حتى أدرك الخفايا والخبايا وما احتوت عليه الصدور وما في الأراضي من خفايا البذور وهو الذي يوصل الأمور إلى غاياتها بألطف الوجوه وأخفاها كما قال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام إن ربي لطيف لما يشاء ومن لطفه سبحانه بأوليائه أن يسرهم لليسرى وسهل لهم كل طريق يوصل إلى مرضاته وحفظهم من كل سبب يوصل إلى سخته ومن لطفه بالمؤمنين أن قدر عليهم ما يكرهون لينيلهم ما يحبون كما لطف بيوسف عليه السلام بما قدره عليه من البلاء حتى أوصله إلى حسن العاقبة في الدنيا والآخرة ومن لطفه بعباده أنه يقدر أرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم لا بما يشتهون فيقدر لهم الأصلح وإن كرهوه لطفا بهم وبرا ومن لطفه بعبده أن يقدر له أن يتربى بين أهل العلم والخير ليكتسب من أدبهم وصلاحهم كما امتن الله على مريم الصديقة ابنة عمران في قوله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا ومن لطف الله بعبده أن يرزقه القناعة فلا يشغله طلب المال عما خلق له من العبادة قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافة وقنعه الله بما آتاه ومن لطف الله بعبده أن يعينه على ما يقدر عليه من البلاء فيلهمه الصبر والثبات قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم فمن آمن بأن الله تعالى هو اللطيف اطمأن لتدبيره وطمع في لطفه ورحمته وفضله قال تعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز تصريبون تَstate